طيب احنا النهاردة هنتكلم مع حضرتك على موضوع اعتقد اني ناس كتير قوي بتشتكي منه او بتعاني منه فكرة اضطرابات الاكل والشهية بداية كده هو اضطراب الشهية او الاضطراب فيه المسألة او ملف الاكل ده بيبقى مرض ولا ده عرض لمرض تاني ولا ايه الحجم الكلام جميل هو الحقيقة عرض طبعا لمرض دي او الحجم يعني مريض الاكتئاب مثلا لو فكرنا في مريض الاكتئاب ممكن يبقى عنده زيادة في الشهية او ساعات تقفل معه يعني يقولك ده جاله اكتئاب منع الاكل خالص لدرجة دخل المستشفى بخدمة حليل وعلاجات ومغزيات عشان يرجع تانيه وناس تانية بجالها اكتئاب ما متعرفش توقف اكل او بالليل يفتح التلاجة ويقوم بالحاجة اللي موجودة كلها مربة طحينة حلاوة اي حاجة موجودة قدامه يا كلها يبقى فعلا الاكتئاب والحالة المزاجية للانسان بتأثر جدا على موضوع الشهية سواء بقى اكتئاب توطر فيه حاجات بقى خاصة بالشهية نفسها يعني فيه امراض نفسية خاصة بالشهية نفسها زي البوليميا مثلا يعني فيه مرض اسمه البوليميا دول بيعودوا ياكلوا كتير قوي 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 بشراها شديدة وبعد كده يجي لهم احساس بتقنيب ضمير لان طبعا شايف نفسها عملة تدخن طبيعي ان بتاكل بزيادة فتحس ان هي بتدخن تبص تلاقيها تعمل هي تدخل الحمام لوحدها وتحط صباحها ببقها وترجع ودي كانت عند ديانة على فكرة الاميرة ديانة كانت كده وكتير من عرضات الازياء العالميات تعدهم كتير جدا معظمهم ليه لان دايما خسي لازم تلبس زيرو على المسرح مش هاب شكلي كيف يعمل ازاي بيجي لهم من كتر الاسترس خوف وقلق شديد جدا من شكلها ان هي لو تخنت سنة هيستغنوا عنها فبيبتدي يحصل الاضطراب ده هي عايزة تاكل فبتشبع رغبتها في الاكل وبعد كده ترجع على اساس ايه ما يتهدمش طب في حالة الاضطراب سواء بزيادة الاكل او بنقصانه ايه الحل ايه العلاجة ايه الحل اول حاجة ان احنا بنشوف هل ده عرض لمرض يبقى عالج الايه المرض لان انا لو عالجت عرض بس اديتك حاجة تسد الشهية وانت عندك اكتئاب يعني فهم ازاي انا كده ما عملتش حاجة لان بعد ما هوقف الحاجة اللي بتسد الشهية هيرجع لي نفس المشكلة فاذا لازم عالج المرض كويس جدا طيب تاني حاجة الامراض كمان اللي منشوفها بشائعة في موضوع الشهية الانوريكسيا نرفوزا اللي هو بيقطعوا الاكل خالص بطريقة جنونية تلاقيهم اللي بيجيبوهم على اليوتيوب رفيعين اوي ومعظمين اوي ومش عارف ايه البنت تلاقيها هيكل عظمي دي بتبقى واقفة الاكل خالص نفس القصة تيجي تسألها تقولك انا تخينة يا بنت دانتي دانتي ما فيكيش شغطة لا انا تخينة ولازم اخس هي هي عقلها مصور لها ان هي عندها زيادة في الوزن اكيد بيعدي على حضرتك النمازج اه بيعدي علي طبعا والحالات دي بتبقى صعبة جدا يعني تلاقي واحدة طويلة مئة وتمانين مثلا ووزنها خمسة وتلاتين او اربعين كيلو اه بتبقى بقى مش قادر اقول لحد هيكل عظم قاعد قدامك يعني بتبقى شكلها يخيف يعني مخيفة فالطرابات الشهية فعلا من الامراض اللي على فكرة قد تكون قاتلة يعني الانوريكسيا نيرفوزا دي في نسبة منهم بيموتوا فعلا في منها انواع الاطرابات دي اه طبعا ما احنا قلنا مثلا زي البوليميا زي الانوريكسيا نيرفوزا دي حاجات اطرابات شهية في حاجات تانية بتيجي نتيجة ان انا شايفة نفسي غلط يعني ايه شايفة نفسي غلط ده بيبقى المخ بترجم شكلي غلط اجا اقول لك ارسم نفسك تروح رسمني نفسك واحد مليان وقد كده زي كورة وبصلك الاقيك كويس وسلم طب ايه ده لأ ده خلل في ترجمة المخ للامج بتاعي للصورة بتاعتي فده مشكلة كبيرة جدا ده بقى عشان تقنعه وده يبقى وقتها يتصنف ان دي مشكلة نفسية ولا عضوية او دي مشكلة نفسية بودي دي سمورفك دي سوردر ده اللي هو انا شايفة شكلي عكس ما هو وعكس ايه بقى الاكستريم يعني انا شايفة نفسي تخينة قوي وانا رفع الفتلة اوكي فاذا ده برضو مشكلة فاذا الاضطرابات دي اول حاجة لازم لو انا عندي اضطراب شهية اتعرض على دكتور مخ وعصاب وطب نفسي احدد الاول دي حاجة عضوية ولا دي حاجة نفسية خلاص دي اول نقطة تاني حاجة اشوف بقى هل في ناس تانية السمنة وراسة يعني في ناس تانية اللي هو السمنة وراسة فهو جاية من ايه هو شايف طول النهار ماما بتعمل محشي والطبيخ في البيت والبامية والطشة والمش عارف ايه فهو طالع على الكالشر ده ده عشان تيجي تغير الكلام ده لما يكبر ما هو شايف مامته كده وبابا كده والدنيا كلها كده لا ده هو عايز يعيش في جلباب ابو يعني فاذا الموضوع ده مهم جدا الوراثة والتعلم يعني انا لو من ونا صغيرة متعلمة ان مامتي رفيعة بتروح جيم محافظة على صحتها وبابايا نفس الكلام هطلع زيهم لا انا بقى العكس كل يوم محشي النهاردة ناكل محشي ايه وبكرا محشي ايه وبعده ايه يبقى احنا كده مش هنخلص يعني هلاقي علشان انا بعد مكبر اولا هكون عندي سمنة فانا محتاجة عالج السمنة